مرحبا بكم على موقع احداث انفو بداية نبدأ معكم من البداية دي المصالف فني دلكم بديتوا بستوديو خمسة في سين دي السبع سنوات مراها نجوم الغد من بعد جات واحد القفزة نوعية من خلال برنامج اكس فاكتور كيف كانت التجربة اجواء التصوير حدونا شوي على هذه التجربة نبدأ أنا صفاء ندوي اولا البداية دي أنا كانت بداية طبيعية لأي فنان اللي كي تعرفوا عليها في المجال ديراتي ديلو انو كيغني بدينا في المدراسة عبري دينا التليفزيون المغربي لكن كما قلتين الانتشار الاقوى كان في برنامج اكس فاكتور لانو طلينا المغاربة من دولة عربية وكان الانتشار اكتر وكانوا ناس كيتفرجوا في البرنامج اكتر لانو كيشوفوهم الدول العربية كاملة وقدروا نقولوا تالعالم كله هادا تجربة ديال اكس فاكتور كانت نقلة نوعية كاسم فني ديالي أنا وهانا لانو احنا كمغاربة كانش تجعوا المواهب المغربية لي كيطلوا لنا من الدول العربية لان انا كنحسوا انو كيمتلونا وكيشرفونا فكان واحد جي كبير من طرف المغاربة والدول العربية كاملين لكن جالية كذلك اها تجربة صعيبة في نفس الوقت من كتر الصعوبية ديالها استفدنا يعني ممكنش نقولوا انه دست كلها يعني مواقف صعيبة وما خديناش منها استفادة على قدمة انها كانت صعيبة على قدمة احنا استفدنا وتعلمنا بزا في الحويج وكتشفناش يحويش في شخصيتنا ما كناش عارفينهم وتعرفنا كذلك على فنانين من الدول العربية وتقنيات تصوير جديدة اللي كانت احنا ما كناش عارفينها في المغرب للأسف وكذلك الالوان الغنائية اللي كنا نغنيوا والظرف زماني باش نحفظوا الاغنية ونقدموها تهدي كانت اكسبيريونس كبيرة في الغالب ديالها تجربة زوينة وش ملقيتوش اكرهات هنا مثلا معارضة من طرف العائلة خصوصا ان جوج ابنيتات صغار عدبادين غادين من المغرب حتى لبنان كيفاش تعملوا معكم العائلة اللي نقدر نقول انهما كانت تشي معارضين من العائلة دياننا اننا نغنيوا كنضن كنضلي انو احنا في الاسف مشي فنانا مشي عائلة فنية نحن لا اعرف لانها فيها لا تساعدني المجال الفنى ولكن هذا ما خلاف عائلة دياننا ترفض ضخورنا المجال الفني لانه انو هنا اذا نعرف الكاركتر دياننا سيريوز المترجم منه Probeca عتلوك ماكبي لأنه إنه إلا هواية هذا الشيحنا بحالة قلت تزادينا عارفينه يعني متعدووش مع أنا باش يقول لنا ما تديروش ولا عندكم ولا. بالعكس شجعونا الوالدين دينا وتاخوتي وكل شي لأنه شافوا أن الفن كيضيف لينا كثير ما كيياخد منه. تضيف لينا بزاف الحويش تفل ناحية الشخصية تي قوي الشخصية ديالك كيخليك أنك يكون عندك واحد الوقت فارغ أنك تدير فيش حاجة ليه زوينة وما خيباش. يعني كانت شجع كبير لمن الأقربون لمن ناس ليبعد لنا. بارك الله عليكم أنا متبعاكم وبدعا نبارك لكم أنا أول مرة أختيشوا للمستق في الماركتينج انتغناسيونال. بارك الله يكمل بالخير من بعد الغناء واحد تجربت في الميدان دي الإشهار درت واحد دعاية. تجارب. وش مكتفكروش من بعد دخلو للميدان دي التمثيل. وجونا عروض. كانوا عروض نقول بزاف من مسلسلات. فيلم كان ضمن آخر فيلم كان أستاذ العراقي كان وجلي تحية. ولكن نصفاء متخوفين من هذه الخطوة لأنه تنقول لا يعني أني كان عاف نغني أنا كان عاف مثل. هادو 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 جوج فنون منضنش اللي كيغني كعاف نغني ولي كيغني كعرفي غني. هادو حاجة ما كتتترابطش بعضياتها. لذلك لا أريد أن نقوم بعمل حاجة ما كيغني 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 كيغني. كانا بنجخ المشاهد لأ Brill이랑 من الغ AMs في تليم Спасибо. ليس الآخر في ذلك الهاتف. ناماً ما هي الماشي أنا كنت تفرجت لكم في الحوار وسمعتكم كنتو كتدرو قلتو كتدرو لوتو بخوديكسن يعني كتنتجو انتوم لراسكم واش ضعف ولا قلة دي شركات الانتاج ولا في الول ما كيكون مشكلة تلتقى مثلا كيقولوا لا وهد ناسي الله باديين كيكون واحد تخوف وشيقدر انجح العمل ولا ما ينجح كيفاش تفسرواها نفسرها بكلمة واحدة هو حب الفن ان كتنتج راس كتبغي الفن بزاف لأنه كي نبزاف دنوقات أنا غانا لنقضغي شي وحدين منهم لما ما نقول لك حنا ما جلونا شركة جلونا شركة انتر جلونا تلدار هناك باش يقنعونا لكن تبقى في المكان نوصل للمرحلة ديالي كلوز ديال عندي بزاف ممكن نورك البنود ديال العقد اللي كيكون بيننا وبين الشركة فتلقى البنود طرحة ما كتتمثلني لشخصيتي لا أفكاري لا مبادئي لا 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 فكيبقى استغلال 100% تبقى الواحد عنده عنده السيطرة عليك أنه هتغني في هذه البلاصة ولكن أنا كيبقى في الأخرى أنا اختيار لي هتغني في هذه البلاصة مزيانة لي غادزدني ما غادزدنيش واش أنا بغا نغني أصلا لا تقول المغني غني بعد مرات تكون تمام ولكن كتدخل مع الفضاء كتولي قادية تجارة كتر ما هي فن ولهذا باش ما نكونوش ما كينيش في ساحة الفنية فنان كيلتاجة للأوتو بروديكشن ما سهلاش لكن هو الحل قدامنا وكن ضن أنا ما ندمش علي لأنه أي حاجة صغيرة وكبيرة كنوقفو على نصفاء باش يبقى هذه الصورة زوينة عند المغربة وعند الجمهور المغربي أنا اللي بيتنضيف هو احنا مشي فناني الوحيدي اللي كينتجو لرؤسهم ده بولا الفنان المغربي كدير كل شي ما شغل الإنتاج إن شاء الله لاحظت أن الحضور الإعلامي ديركم قليل أنا كنحاول نقلب إليكم القدش ما كينش حضور يمكن في الصحافة الورقية كين ولكن في الجرائد الإلكترونية ما كينش حضور دي الصفاء هنا لماذا؟ هذا لأن الصحافة الإلكترونية هي حاجة جديدة باش نكون متافقين وهذا لا يعني أن احنا وصفاء مع الصحافة رأى واحد علاقة وطيضة وكنشكرهم من خلالكم من خلال أحداث أنفو أنهم دايما تتبعوا الجديدنا وكيحطوا للمقالات وكي تواكبوا أي جديد درنا وكننقول لهم مرسي بكو لكن الصحافة الإلكترونية هي اللي دابة مسيطرة على الصحافة وعلى الصقل دي الصحافة ومنكم احنا نحنا دبعا هاو الفيديو هاي محطوطة وجاي ينخرين إن شاء الله وإن شاء الله يكون هكا عنا حضور لا بأس به بيتغان نزيد وأنه خصي يكون واحد العمل باش يكون حضور أنا وهنا ما كان بنوش هكا مثلا مؤخرا نحنا فتنصيبوا ان كليب دي الالبوم مرحبا كان ديروجوش كليبات كين واحد بالرسوم متحركة؟ لا واحد رسوم متحركة غيكون إن شاء الله غنديفوزيو في مهرجان مصرح الطفل بسلاة وهذا الناس اللي خدموا معنا فيه تم خدموا من قلبهم لأنه هذا بحالة إهداء الروح الفنان المرحوم هشام تيكوتا على الأغنية اللي درناها انسامبل في الالبوم مرحبا ليسميتها أوسي تيكوتا وكذلك كنت تحضير جديد الكليب آخر في نفس الالبوم مرحبا اللي هو شتح شتح غايكون سيناتور دي المخرج محبوب محمد محبوب هاد الكليب هذا ديال شتح شتح كنا يعني كنا غنصيبوه هادي فترات طويلة يعني قدر كون قربة العام لكن اللي ضروفين ما احتوجدنا وصيبنا كل شيء عاود عتاني اشجلناه لهذا ما بريتش انا نفوت الالبوم ديال طيفل قبل ما ندير لهم على الاقل واحد ثلاثة اللي كليب سفغيك ودرنا له كليب اللولاني كان هو كليب سلام الله هو كليب ديني كان تقدم علاش القانوات المغربية ويف رمضان ويف رمضان وإن شاء الله كيمكن قولوا هذا وسبب تأخير انكم منتجوش الالبوم آخر هو ما كانش غانتش الالبوم آخر ما كانش مشروع الالبوم آخر لانه كان مشروع دي سنجل لكن احنا يا انا وعدت قاعد الماما الامهات وقاعد الاطفال اللي كي بغونا انه انا وصفاء ما غنغبروش عليهم يعني اعطينا وقت وغن شاء الله نجدو الالبوم خور لانه الالبوم طفل كان بزاف ما يتقال فيه وصيف غادرنا تسعود الاغاني لكن كان افكار كتير حيدناهم انا وصفاء حتمكش ندير عشرين اغنية فسدي يعني خليت المشروع تاني كوندكش اللي مادرتوش في اللول نكمل به تاني ما هو الا تكميل الاهداف للرسائل انه دونا البيئة دونا على ال كان دينيش حاجة على الرسول صلى الله عليه وسلم كان على السلام كان على طوليرانس كان على كان كان ترفيه كان ترفيه يعني كان واحد الباقة من الرسائل ومن الكلمات المغربية القحة وكان ضن جاي جاي ان شاء الله مشروع اخر ان شاء الله يكون خير اه صفاء انا 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 اعرفكم توقن في كل شي تبارك الله بغيت نعرف الى اي حد تقدر الحياة الزوجية تفرق في اه هو الحياة الشخصية والحياة العملية من ضنش كي واحد كي 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 اطرع الاخر ولا واحد كي اطرع الاخر يعني كينين فنانات متزوجين وكي اه كيف غنيوا وكين اه ايالات مغربية تيخدموا وممطن ربات منزل وممطن كي جودارون يعني ما كيناش واحد العلاقة اللي غاتقدر تؤثر هادي على هادي اه واش قدر تؤثر علي انا وانا هاديك ممكن هادي اه لانه باش انا وانا نضرو هاد الخطوة هادي غيكون واحد تأثير كبير لانه غات تبدل حم حاجة في حياتنا اه سيرورد حياتنا كي محنا من زادين وحنا ملفين لا غيتغير كل شي لكن مع المجال فني لا مايتغير والو لانه لانه ما تبدل ما نضنش يعني على برات يكون شكل وفص الدار شكل اخر ان شاء الله اه بمناسبة عيد المرأة كلمة اخيرة وكلمة المرأة بسفة عامة اه اول حاجة غنقول بمناسبة عيد المرأة هو اه واحد نعطي واحد الباقة تورد كبيرة 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 بزاف وحدها واحد واحد الكلمات زوينين يعني وغلا حب بوكوت شوز الماما بسك هي اللي هي كل شي بنيسبة لنا منساش بابل انا وخا واعد المرأة انا بابا ومم عندي واحد يعني نذكرهم بجوج اه زيزين علي بزاف وبغيت نقدم لهم احر تهاني بهذا النهار اللي كي شرفنا احنا كمغاربة وكمغربيات لانه الراجل المرأة ممسي هو يوم العالم المرأة لكنت الراجل تهوكي 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 يعطينا بزاف باش هاد نهار هدا يكون زوين بالاي مرأة مغربية كذلك بيتموجه لقاع العيالة المغربيات اللي كي شوفونا نقول لهم كان بغوكم بزاف وشرف كبير اننا نكونو كنتامي وهاد البلاد ونكونو مغربيات وحاملين الجنسية المغربية والرأي المغربية كتوب اسمينا ع زمان الماضي وتمحينا يا قصاص عم تكتوب اسمينا ع زمان الماضي وتمحينا جينا نحنا وغنانينا والرأس ضوي ليلينا 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 شكرا موسيقى اشتركوا في القناة